القراءة يعني انا شايفة للبعض يعني كتير ظاهر عندي منفصلين حتى في الطاقة كتير ظاهر عندي منفصلين انت في توضع انفصال يا برج السرطان انت بتفكر في الشريك جدا بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو ممكن كمان تكون دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه يفكر في ذكريات يعني الاكتر التفكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكو انت في صالده حصل كمان ممكن يكون كان فيه مشادات كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه حاجة يعني اه كلام حاد بمعنى اصحة فيه غضب اه فيه كلام حاد اه فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم اه على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته وفيه ندم كبير فيه زعل اه فيه زعل على العلاقة نفسها فيه زعل على الشخص نفسه اه فيه اه 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 زعل على على ذكريات اه انت والطرف التاني اه يعني زيلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلته لبعض ده لبعض منك طبعا بس انا بقول الطاقة اللي ظهره قدامي في الوقت الحالي بعضكم يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية او فيه اطراف تانية تدخلت في العلاقة اه انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية اه الطرف الثالث عاطفي بشكل واضح عشان اكون صريحة معكم مش طرف ثالث عاطفي بشكل واضح لكن فيه طرف ممكن يكون الاهل ممكن يكون الاهل تدخلوا اه ممكن يكون كمان لبعضكم اه حصل نقل كلام ليك او للشريك الكلام ده كان اه يعني عن طريق اه مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلط يعني حصل اه يعني فيه امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة بعد اللي حصل ده كله حصل رحيل فيه حد منكم تاب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلان وهو حزين وهو مقصور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقصور ولا رايح لحاجة تانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد اللي ماشي من العلاقة سواء انت او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا اه ماشي زعلان وحزين واما ندمان على حاجات كتير ندمان على حب على عطاء على آآ على عشرة آآ عشان كده بقول العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مستوها قدامي حالان هي انا شايتها فيها انفصال آآ شايت الحد ده ماشي فيه حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره آآ عايز آآ يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز آآ ممكن يكون ده انت كمان ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع برج اسد آآ 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 وعايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وش يعني عاوز تدي وش تاني خالص وتدين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الطرف التاني بحالة غمود عندك آآ آآ لكن لو حد يعني بيسأل على رجوع آآ في رجوع آآ في رجوع في حب متبادل آآ انت توقع مروح آآ هتحصل آآ يعني هيحصل آآ 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 تواصل تاني في الفترة اللي جاية آآ هيحصل آآ 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 رجوع بشكل افضل من الاول بكتير يعني انت عندك يعني طالع لك آآ يا برج السرطون احسن آآ كرت في العلاقات العاطفية اللي هو التينفتينت كمانت ده علاقة نكحة مستقرة آآ فيها بتتيب آآ ماضي سيء وشاق جدا كان فيه متاعب ومشاكل كتير جدا كمان انتو بعضكم كان عندكم مشاكل مدية في العلاقة دي كمان آآ كل ده بينتهي كمان في الفترة اللي جاية وهو ما اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي او انك تكون مستقرة او آآ انك تغير من آآ آآ من من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضكم آآ فكر كتير في حاجات هو وعملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة بس جات عليك بشكل سلبي يعني تكون تديك اكتر من اللازم فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا آآ آآ يعني هتعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هيامل معك ايه هو الاول هيديك ايه هو الاول هيامل ايه هو الاول هيقدم ايه للعلاقة بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل يعني انت مش تعمل فعل بعد كده ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله وعلى فكرة ده تفكير صح يعني لو ده تفكيرك آآ ده تفكير صح آآ لان هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين آآ تكونوا في صفر يعني انت في صفر او هو آآ في حد آآ فيكو مسافر او عايز يسافر آآ سواء انت او الشريك او يكون الطرف اللي مشي ده ومشي آآ لسفر آآ ومشي لسفر ممكن سفر ده العمل او لدراسة آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك انت عملت ايه في العلاقة دي هو عمل ايه آآ ايه الاحسن اللي يحصل يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد الانفصال او الطاقة دي آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي بعضكم زعلان وحزين زعلان حزين منطوي بيفكر في الماضي آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارتين بيأكدولي في رجوع لشخص من من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكم آآ يعني الشام تعتشرك على العلاقة زي من تاني على قدم الكراءة زي آآ فيها كروت آآ زعل وحزن واكتئاب وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الثارو آآ موجودة في القراءة دي فانا انت هو هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف التاني او ممكن انت اللي تقدم العرض ده لكن في علاقة من الماضي فيها ركوع آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن تكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط آآ بشخص معين يعني في شخص مع معين في دماغك هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شايف اي حد خالص غيره آآ الشخص ده في آآ بينكو ارتباط قريب ان شاء الله هي حسن خطوبة هو كمان الشخص ده بيحبك فيه خطوبة وفي ارتباط وفي زواج آآ بعضكم والشخص ده ممكن يكون هو يعني هو يعرفه ممكن تكون شخص قديم ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل آآ آآ المهم ان هو شخص معروف معروف بالنسبالك اللي العزبين مش شخص آآ مش شخص جديد الشخص ده بيبدلك نفس الشعور يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا بس آآ لبعضكم هو مش بيبين يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عرض حب آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة آآ للبعض منك للعزب للمنفسيين بواجه عام قراءة هنا عامة آآ لكن آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعزبين لوحدهم نشوف فيه ارتباط في الفترة اللي او فيه حب او فيه علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفسيين لو فيه رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عام آآ فيه رجوع آآ فيه اشخاص هترجع من سفر او انت هتسافر لحد يا برج السرطان آآ فيه آآ رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك واللي عزبين فيه ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جدا آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجع لك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفس محيطك يعني في الحي بتاعك جارك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه آآ دي من ناحية الكراءة العاطسية النسيحة في طاعتك للفترة دي يا برج السرطان آآ برج السرطان انت بعضكو انا شايفك تعبين جدا ما بتنامش آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع تعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة لبعضكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة الخالف في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عندو الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش بكل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او ما خليكس آآ آآ يعني مش عارف تنين آآ آآ ممكن كمان تكون العلاقة الثلاثية اللي انا شفتها آآ لأ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله آآ فيها استقرار آآ 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 شوية هتحس ان في حدا نقصك آآ لكن استقرار آآ نقدر نقول عليه آآ كويس كويس لحد يعني لحد المال لحد المية كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ آآ حاول بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة خاصة مادة آآ 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 يعني استشير آآ يعني استشير حد آآ يكون آآ آآ اكبر منك او يكون حد كبير في ليلة او يكون آآ آآ يعني آآ حد بتصد فيه او آآ يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تتمع لحد آآ آآ يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار وآآ مش شايف آآ محتار بين حاجتين ومش قادر يختار ومش قادر يقرر آآ فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد آآ يكون عنده حكمة يكون عنده آآ آآ يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور آآ حد يكون من العيلة كمان آآ ممكن كمان يكون نصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي آآ الكراءة انتهت آآ نوعا ما ايجابية آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله شكرا من المتابعة بورج سراطو شكرا شكرا شكرا